السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلبة الصف الثاني الإعدادي في درس اللغة العربية للفصل الدراسي الأول ودرسنا اليوم من كتاب روافد أدبية صفحة 81 وعنوان الدرس إلى أبناء الوطن للشاعر حافظ إبراهيم أهداف الدرس التعرف على معاني المفردات من خلال السياق تحديد الأفكار الأساسية للأبيات الشعرية تحليل المعاني الضمنية والدلالات للتراكيب والأساليب البلاغية والصور الفنية في القصيدة استنتاج القيم التي يتضمنها النص الشعري من هو الشاعر حافظ إبراهيم؟ هو شاعر مصري ولد بمحافظة أسيوت في الرابع والعشرين من فبراير عام 1872 وهو من أشهر الشعراء العرب المعاصرين ولقب بشاعر النيل وشاعر الشعب وتوفي في الحادي والعشرين من يونيو عام 1932 إلى أبناء الوطن للشاعر حافظ إبراهيم أهلا بنابتة البلاد ومرحبا جددتم العهد الذي قد أخلقا لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم فلرب مغلوب هوى ثم ارتقا مدت له الآمال في أفلاكها خيط الرجاء إلى العلا فتسلقا فتجشموا للمجد كل عظيمة إني رأيت المجد صعب المرتقا من رام وصل الشمس حاك خيوطها سببا إلى آماله وتعلقا فتعلموا فالعلم مفتاح العلا لم يبق بابا للسعادة مغلقا ثم استمدوا منه كل قواكم إن القوي بكل أرض يتقا وابنوا حوالي حوضكم من يقضة سورا وخطوا من حذار خندقا أتعرف تنقسم القصيدة إلى ثلاثة مقاطع على النحو الآتي المقطع الأول من البيت الأول إلى البيت الثالث فكرة المقطع بث الأمل والدعوة لبناء الحضارة المقطع الثاني من البيت الرابع إلى البيت الخامس فكرة المقطع تحمل المصاعب لبناء الوطن المقطع الثالث من البيت السادس إلى البيت الثامن فكرة المقطع طلب العلم والأخذ بأسباب القوة أستخلص أستخلص الفكرة العامة للقصيدة دعوة الشاعر أبناء وطنه إلى ضرورة العمل على إعادة إحياء حضارتهم بالعلم والعمل الجاد أهلاً بنابتة البلاد ومرحبا جددتم العهد الذي قد أخلقا لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم فلرب مغلوب هوى ثم ارتقا مدت له الآمال في أفلاكها خيط الرجاء إلى العلا فتسلق أتعرف أتعرف معاني الكلمات الواردة في المقطع الأول من خلال الجدول الآتي الكلمة نابتة البلاد الناشئة من الشباب العهد الزمن القديم أخلق بلى وصار قديما تيأسوا تستسلموا هوا سقط ارتق ارتفع وصعد أفلاكها المدار يسبح فيه النجم والكوكب شرح أبيات المقطع الأول يستهل الشاعر القصيدة بالترحيب بأبناء وطنه من الناشئة الشباب الذين يعول عليهم استعادة الحضارة العربية القديمة وتجديدها وينهاهم عن اليأس في استعادة حضارتهم القديمة حتى وإن هزموا مرات عديدة فسيأتي يوم ينتصرون فيه بجدهم وعزمهم وهذا النصر يأتي بالأمل ويشبه الشاعر الآمال بالكواكب التي تدور في الأفلاك وتعطي من لا ييأس خيطا يكفيه لأن يصعد ويصل للمنزلة العالية والرفيعة التي يريدها والآن إليكم النشاط الأول أستخلص الفكرة الرئيسة لأبيات المقطع الأول لديكم من الوقت نصف دقيقة لحل هذا النشاط أحسنتم الفكرة الرئيسة لأبيات المقطع الأول ترحيب الشاعر بأبناء وطنه وبث الأمل في نفوسهم والدعوة لاستعادة مجدهم النشاط الثاني أحدد الأساليب البلاغية والغرض منها في كل مما يأتي قد أخلق احذروا لا تيأسوا لديكم من الوقت نصف دقيقة لحل هذا النشاط لديكم من الوقت نصف دقيقة لحل هذا النشاط أحسنتم قد أخلق أسلوب توكيد الغرض منه إثبات حضارة العرب ومكانتهم قديما لا تيأسوا أسلوب نهي الغرض منه الحث والتحفيز النشاط الثالث حدد العلاقات في كل مما يأتي جددتم أخلق علاقة الشطر الثاني بالأول في البيت الأول لديكم من الوقت نصف دقيقة لحل هذا النشاط أحسنتم أحسنتم وأخلق يوجد بينهما تضاد علاقة الشطر الثاني بالأول في البيت الأول علاقة توضيح وتفسير النشاط الرابع ألف بما يوحي قول الشاعر في البيت الأول العهد الذي أخلق بأ ما دللة التركيب اللغوي في قول الشاعر فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى لديكم من الوقت نصف دقيقة للإجابة على هذا النشاط مغلوب هوى ثم ارتقى لديكم من الوقت نصف دقيقة للإجابة على هذا النشاط الرابع دلالة التركيب اللغوي في قول الشاعر فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى تركيب يفيد التحول من حال إلى حال النشاط الخامس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فتجشموا للمجد كل عظيمة اني رأيت المجد صعب المرتقى من رام وصل الشمس حاك خيوطها سببا إلى آماله وتعلقا اتعرف معاني الكلمات الواردة في المقطع الثاني من خلال الجدول الآتي تجشموا تحملوا المصاعب وصبروا عليها المرتقى موضع الصعود رام قصد وطلب حاك نسج خيوط الشمس أشعاتها أشرح شرح أبيات المقطع الثاني يخاطب الشاعر أبناء الأمة ويوجههم لتحمل الصعاب للوصول إلى المجد ويشبهه بالجبل العالي الذي يتطلب الوصول إلى قمته مواجهة التحديات والتغلب عليها وكل شاب عربي طموح يسعى لاستعادة مجد أمته وتحقيق آماله هو مثل الشخص الذي يحاول الوصول إلى الشمس من خلال تحويل أشعاتها إلى حبال تساعده في تحقيق آماله النشاط الأول أستخلص الفكرة الرئيسة لأبيات المقطع الثاني لديكم من الوقت نصف دقيقة لإجابة على هذا النشاط أحسنتم الفكرة الرئيسة لأبيات المقطع الثاني حث الشاعر أبناء وطنه على تحمل الصعاب من أجل تحقيق المجد النشاط الثاني أحدد الأساليب البلاغية والغرض منها في كل مما يأتي فتجشموا للمجد كل عظيمة أسلوب أمر الغرض منه النصح والحث إني رأيت المجد صعب المرتقى أسلوب توكيد لبيان ما يتطلبه المجد من قوة وتحدي للصعب من رام وصل الشمس حاك خيوطها أسلوب شرط لبيان اقتران المجد بالجد النشاط الثالث بما يوحي قول الشاعر في كل مما يأتي ألف البيت الرابع تجشموا كل عظيمة با البيت الخامس من رام وصل الشمس لديكم من الوقت دقيقة واحدة لحل هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحسنتم فلنتأكد من إجاباتكم يوحي قول الشاعر في البيت الرابع تجشموا كل عظيمة يوحي بأن طريق المجد فيه الكثير من الأخطار من رام وصل الشمس يوحي بعلو الطموح وعظمته النشاط الرابع ما دلالة التركيب اللغوي في قول الشاعر من رام وصل الشمس حاك خيوطها لديكم من الوقت دقيقة واحدة لحل هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر أحسنتم دلالة التركيب اللغوي في قول الشاعر من رام وصل الشمس حاك خيوطها تركيب بصيغة أسلوب شرط يفيد تلازم أمرين من طلب التفوق اجتهد في دراسته النشاط الخامس أوضح الصورة الخيالية فيما يأتي المجد صعب المرتقى من رام وصل الشمس حاك خيوطها سببا إلى آماله وتعلقا لديكم من الوقت دقيقة واحدة لحل هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر أحسنتم الصورة الخيالية في عبارة المجد صعب المرتقى شبه الشاعر المجد بالجبل العالي الذي يتطلب الصعود لقمته الهمة والمثابرة من رام وصل الشمس حاك خيوطها سببا إلى آماله وتعلقا رسم الشاعر صورة كاملة للفرد الذي يطلب العلا فهو كمن أراد بلوغ الشمس فنسج من خيوطها أي من آماله وطموحه سلما للوصول إليها فتعلموا فالعلم مفتاح العلا لم يبق بابا للسعادة مغلقا ثم استمدوا منه كل قواكم إن القوي بكل أرض يتقى وابنوا حوالي حوضكم من يقضة سورا وخطوا من حذار خندقى أتعرف أتعرف معاني الكلمات الواردة في المقطع الثالث من خلال الجدول الآتي يتقى يخشى منه حوالي بجانب يقضى نهضة خطوا احفروا حذاري احذروا أشرح شرح أبيات المقطع الثالث في هذا البيت دعوة صريحة من الشاعر لأبناء وطنه للإقبال على طلب العلم فالعلم مفتاح لتحقيق مراتب المجد والعلا وبالتالي تحقيق كل أبواب السعادة التي يطمح لها يطلب الشاعر من أبناء وطنه أن يتسلح بالعلم فهو أساس نهضة الأمم وقوتها والأمة المتقدمة بالعلم والفكر والقوة تخشاها الشعوب الأخرى يطلب الشاعر من أبناء الأمة العربية التحلي باليقظة والحذر ويتخذاها سوراً وجداراً يحمون به أوطانهم ويدافعون عنها وقت الشدائد والآن إليكم النشاط الأول أستخلص الفكرة الرئيسة لأبيات المقطع الثالث لديكم من الوقت نصف دقيقة للإجابة على هذا النشاط أحسنتم الفكرة الرئيسة لأبيات المقطع الثالث أحسنتم هي دعوة الشاعر أبناء وطنه لطلب العلم كمصدر قوة لهم وحثهم على الدفاع عن وطنهم النشاط الثاني أحسنتم أحدد الأساليب البلاغية والغرض منها في كل مما يأتي فتعلموا استمدوا خطوا لم يبق باباً للسعادة مغلقاً إن القوي بكل أرض يتقى لديكم من الوقت دقيقة واحدة لحل هذا النشاط موسيقى شكراً بدتم شكراً أحسنتم فلنتأكد من إجاباتكم الأسلوب البلاغي في فتعلموا واستمدوا وخطوا هو أسلوب أمر الغرض منه الحث والنصح لم يبق بابا للسعادة مغلقا أسلوب نفي الغرض منه الحث على الجد لطلب السعادة إن القوي بكل أرض يتقى أسلوب توكيد لبيان مكانة الإنسان القوي النشاط الثالث أوضح الصورة الخيالية فيما يأتي العلم مفتاح العلا وابنوا سورا من يقضة خطوا من حذار خندق لديكم من الوقت دقيقة واحدة للإجابة على هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحسنتم فلنتأكد من إجاباتكم الصورة الخيالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر النشاط الرابع من خلال فهمك لأبيات القصيدة لخص النصائح التي قدمها الشاعر لأبناء الأمة العربية لديكم من الوقت دقيقة واحدة لحل هذا النشاط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أحسنتم فلنقرأ الإجابة المقترحة النصائح التي قدمها الشاعر لأبناء الأمة العربية السعي في إعادة مجد الأمة العربية وتجديد نهضتها التحلي بالأمل وعدم اليأس أو الاستسلام تحمل الصعاب في سبيل الوصول للمجد وتحقيق التقدم العلم والقوة هما سلاح الشعوب المتقدمة اليقظة والحذر هما السلاح للحفاظ على الأوطان والإنجازات النشاط الختامي أولاً أختاروا الإجابة الصحيحة مما يأتي واحد مرادف كلمة تجشموا الواردة في البيت الرابع ألف تفهموا با توقعوا جيم تحملوا أحسنتم مرادف كلمة تجشموا هي تحملوا اثنان من رام وصل الشمس توحي بي ألف الطموح با بعد الشمس جيم التعلق بالأمل أحسنتم من رام وصل الشمس توحي بالطموح ثلاثة نوع الأسلوب في عبارة لا تيأسوا هو ألف نفي با نهي جيم توكيد أحسنتم نوع الأسلوب في عبارة لا تيأسوا هو نهي أربعة مضاد كلمة هوى هو ألف سقط با صعد جيم بقي أحسنتم مضاد كلمة هوى هو صعد ثانيا أكمل الفراغ الآتي بما هو مناسب من خلال فهمي للأبيات الشعرية واحد اعتمد الشاعر على بنية التضاد في القصيدة مثل أحسنتم اعتمد الشاعر على بنية التضاد في القصيدة مثل جددتم وأخلق اثنين البيت الشعري الدال على معنى من طلب العلا سهر الليالي هو أحسنتم البيت الشعري الدال على معنى من طلب العلا سهر الليالي هو البيت الخامس من رام وصل الشمس حاك خيوطها سببا إلى آماله وتعلقا ثلاثة دع الشاعر في القصيدة أبناء وطنه للتحلي بعدة صفات منها أحسنتم دع الشاعر في القصيدة أبناء وطنه للتحلي بعدة صفات منها عدم اليأس والتمسك بالأمل وتحمل الصعاب وطلب العلم وهكذا نكون قد انتهينا من درس اللغة العربية لشرح قصيدتي إلى أبناء الوطن فأرجو لكم التوفيق والنجاح ونراكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى